أول واحد في التعدودية أول مسؤول جزائري في التعدودية يعني بين قوصين نقول أسس لهذا المنطق تعل التزوير نقدر نقوله حمروش والله ما نقدرش نقول تزوير لأن كان أمور أخرى وش الأمور أسي باشير لتخلي رئيس حكومة يفرج على واجب الحيادة لأن في حمروش ولد ولد الدولة ولد النظام مكاش أصلا مقتنع بالتعدودية بهذه الطريقة مهم ما يفوزش الفيس مكاش مقتنع لأن سي بيتمو طرمي المصير تعددولا في يد تيار ما على بركش من ينجاك سي باش يقول الشعب يعطاله يعني ولكن الشعب في هذاك الوقت الشعب في هذاك الوقت لليوم الشعب ما زال تحت أثير أنت على الحزب الواحد أنت على المظالم الموجودة الكبت الشعب الشعب يعني خلينا نعود سياحة السؤال يعني لما حمروش وجه هذا الرسائل اللي واضحة جدا أنتم كولاد كنتوا على قناعة يعني وكأنكم تؤدون واجب وطني بهذا القناعة اللي صدرها لكم حمروش أنا شخصيا كنت مقتنع مقتنع بكلام حمروش مقتنع لأن ما تراه الحكومة اللي أنا شرفتني بالمسؤولية ما تراه كمصلحة عليا للدولة قد لا أراه أنا أنا مكلف مهمة كان عندي زوج زوج يا إما نمشي في الطح عن قناعة يا إما تكون عندي نكون عندي توجه آخ وسيسكتك وكننا أحيانا سامحني سيبشي على الصراحة هذه وربما سيلي طرحها المشاهد بالدرجة الأولى صحيح يعني الوالي منفذ وجي تعليمات من فوق من رئيس الحكومة وغيره ولكن فيه شيء اسمه فيه شيء اسمه الضمير يعني يا أسي محمد هذي تحملوش اسمه شيء بسيط شيء بسيط بالنسبة لي ما حدث بعد ذلك في النواعيد الانتخابية بعد ذلك بعد ولت ولت ثقافة خلينا نمشي في النقاش ولت ثقافة تزوير ثقافة ما عادش ما عادش قال إحاءات ولا بوزات ها التعليمات كريمة نعم نعم شكرا